اشتركوا في القناة في هذا الملف تعزيزا ومواصلة للجهود من اجل النهوض بحقوق الانسان وصون كرامته تستمر مملكة البحرين في انجازاتها في هذا المجال وتبرهن نجاحاتها بالارقام والحقائق التي تعكس الجهد المبذول مملكة البحرين اعلنت ضمن الدورة السابعة والخمسين لمجلس حقوق الانسان تنفيذ 128 توصية ضمن استعراضها الشامل للتقرير الطوعي الرابع لمنتصف المدة من اصل 122 توصية قبلتها المملكة لتترجم من خلال الارقام حجم التقدم المتصاعد والسجل الحافل في مجال تعزيز واحترام حقوق الانسان في شتى المجالات في ظل العهد الزاهر والمسيرة التنموية الشاملة لجلالة ملك البلاد المعظم وبدعم ومتابعة من سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء منذ عام 2008 ومملكة البحرين تتقدم دول العالم فهي اول دولة تستعرض تقريرها امام مجلس حقوق الانسان في تلك الفترة وتستمر في مشاركاتها في هذه العملية الفريدة التي تتيح الفرص للإعلان عن الإجراءات التي اتخذتها الدول لتحسين الإجراءات والتغلب على التحديات التي تواجه التمتع بحقوق الإنسان لتؤكد المملكة بخطواتها العالمية لما نهى التام باحترام حقوق الإنسان وسيادة القانون والعدالة وحقوق التضامن لإرساء قيم التعايش السلمي ودعم التنمية المستدامة